اهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة الفوز بالمركز الثالث ببطولة العالم للقدرة والمركز الأول على مستوى الفرسان العرب إلى حاضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وذلك تقديرا وإجلالا لجلالته على دعمه المتواصل لرياضة القدرة ووقوفه إلى جانب فرسان الفريق الملكي في بطولة العالم للقدرة والبطولات المختلفة مؤكدا أن الانتصارات التي حققتها رياضة القدرة البحرينية في مختلف البطولات هي نتاج لدعم جلالته المتواصل وحرصه على توفير البيئة المناسبة للقدرة البحرينية من أجل مواصلة دروب الانتصارات جاء ذلك خلال تتويجي سموه من قبل الاتحاد الدولي للفروسية في حفل أقيم لتكريم الفائزين في بطولات العالم للقدرة حيث قام الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة النائب الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية بتكريم أبطال العالم إذ تم تكريمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الثالث والأول على مستوى الفرسان العرب والفارس الأسباني جوما بونتي بالمركز الأول والفارس الأسباني مورالالكس بالمركز الثاني وعلى مستوى الفرق تم تكريم المنتخب الأسباني بالمركز الأول وفي المركز الثاني جاء منتخب فرنسا وفي المركز الثالث المنتخب الهولندي وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين البطل المتوج لبطولة العالم للقدرة وهذا الإنجاز يضاف إلى سجل المملكة المرصع بالإنجازات في الرياضة الفروسية والتي باتت رقما صعبا في السباقات مشيرا سموه لأن رياضة القدرة البحرينية أضحت في وقتنا الحالي تسير بخطا ثابتة نحو الارتقاء المتواصل لتأكيد نجاحاتها وانتصاراتها التي جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل وتخطيط مستمر لإيصالها إلى هذا المستوى المتطور وأضاف سموه أن السباق كان قويا بكل ما تعنيه الكلمة حيث جاء التنافس مثيرا مع تقارب نتائج الفرسان وتغيير المراكز من مرحلة لأخرى كان خير دليل على قوة السباق الذي ظهر بمستوى فني وتنظيميا رائع يتناسب مع حجم السباق العالمي الكبير مضيفا سموه أنه عندما تشارك في السباق نخبة متميزة من الفرسان والجياد فإنه بكل تأكيد نتوقع سباقا مثيرا ويشتمل على عناصر القوة والتنافس والإثارة وهذا ما حدث بالفعل حيث جاء السباق قويا وسريعا في جميع مراحله الخمس وأظهر الفرسان المشاركون قدرات ومهارات ومهارات سباقات القدرة من حيث السرعة ومهارة التحكم والتحمل خلال السباق بالإضافة إلى الخطط الفنية العالية التي وضعت لهذا السباق الكبير الأمر الذي جعل منه من أفضل السباقات العالمية وأشار سموه إلى أن الفريق الملكي شارك في هذا السباق وحرص جميع الفرسان على تقديم مستوياتهم المتطورة رغم عدم إكمال البعض منهم للسباق بسبب الإصابة في مراحل مختلفة وعدم اجتياز الفحص البيطاري مشددا سموه التأكيد على أن الفريق الملكي حقق الهدف من المشاركة في هذه البطولة التي شهدت مشاركة كبيرة من فرسان العالم وبينا سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه منذ وصول الفريق إلى السفاكية كانت أهدافه المنافسة على اللقب وتمكن من التواجد في جميع المراحل والوصول إلى المرحلة الأخيرة والتي كانت حاسمة في السباق وتغيرت فيها المراكز بصورة كبيرة حتى بات الفريق الملكي في المركزين الثالث والرابع